النوع الثالث من أنواع الدوال الجابرية الدوال التربعية وهي دوال من الدرجة الثانية وتكون أكبر قوة للمتغير X فيها تساوي 2 حيث أن الدوال التربعية تعتبر حالة خاصة من الدوال كثيرة الحدود عندما تكون N تساوي 2 في الحد العام A0XN XSN للدلة كثيرة الحدود والصورة العامة لهذه الدلة هي FX يساوي AX تربية زائد BX زائد C حيث A وB وC ثوابت وإلى تساوي 0 وA تنتمي لR للمجموعة العدال الحقية وتمثل هذه الدوال بمنحنة يمكن أن يكون المنحنة مقعرا على شكل حرف U الأعلى إذا كانت إشارة معامل X تربية مجابة أو محدبا على شكل حرف N الأسفل إذا كانت إشارة معامل X تربية سالبة بمعنى أن منحنة دلة يتزايد ثم يتناقص مرة أخرى والعكس وعموما الدوال التربية تمثل بمنحنة مثال إدرس الدوال الآتية من حيث كونها فردية أم زوجية ثم إدرس إطراضها ومجال تعريفها وإدرس شكل المنحنة رقم واحد Y تساوي F X تربية رقم اثنين Y تساوي F X تساوي سالبة X تربية رقم ثلاثة Y تساوي F X تساوي X ناقص خمسة لكل أسلتين الحل الدوال السابقة في التمرين هي دوال من الدرجة الثانية أي أن قوة X أو أكبر قوة X تساوي 2 وبالتالي نحتاج لرسم المنحنة الخاص بها عند عدة نقاط كمالي نبدأ بالدلة رقم واحد F X يساوي X تربية نقوم بالتعويض في هذه الدلة بقيم مختلفة لX لنحصل على الجدول التالي عندما نقوم بالتعويض في الدلة عن X تساوي سالبة 2 يكون ناتج التعويض F X تساوي 4 أو Y تساوي 4 عند التعويض في الدلة عن X تساوي سالبة 1 يكون ناتج التعويض F X يساوي 1 أو Y تساوي 1 عند التعويض عن X بصفر فإن قيمة الدلة تساوي 0 عند التعويض بواحد قيمة الدلة تساوي 1 أيضا عند التعويض باثنين قيمة الدلة تساوي 4 من الواضح أن قيم X تزايد وقيم الدلة متمثلة لرسم منحنة الدلة نستخدم القيم الموجودة في جدول لX وY لنحصل على شكل المنحنة المنحنة كما هو واضح من الرسم متماثل حول محور Y قصاص المنحنة المنحنة متماثل حول محور Y مما يدل على أن الدالة زوجية من شكل المنحنة لو نظرنا إلى رأس المنحنة نجد النقطة 0 و 0 تمثل رأس المنحنة كما نجد أن الدالة تناقصية في الفترة من سالب مال النهاية وحتى 0 وتكتب 0 وسالب مال النهاية فترة مغلقة من نهاية الصفر ومفتوحة من نهاية سالب مال النهاية وتزايدية في الفترة من صفر وحتى مال النهاية وتكتب صفر ومال النهاية في الفترة مفتوحة من نهاية الصفر ومفتوحة من نهاية مال النهاية المنحنة يقع كله فوق محور X ويتدل على أن قيمة الدالة محصورة ما بين 0 و 1 أي أن منحنة الدلة كله يقع في الجزء الموجه الدلة رقم 2 اللي هي fx تساوي سالب x تربية لرسم هذه الدلة ودراسة خصائص المنحنة نكون بتعويض في الدلة بقيم مختلفة لx عند التعويض في الدلة بx تساوي سالب 2 نحصل على قيمة الدلة تساوي سالب 4 وعند التعويض بسالب 1 نحصل على قيمة الدلة تساوي سالب 1 أيضا عند التعويض بصفر نحصل على قيمة الدلة تساوي 0 وعند التعويض بواحد قيمة الدالة تساوي واحد عند التعويض باثنين قيمة الدالة تساوي سالب أربعة ثم نرسم منحنة الدالة في هذا الشكل من خلال القيم الموجودة في الجدول قيم X وقيم Y بالنظر إلى منحنة الدالة بعد الرسم نجد أن المنحنة متماسل حول محور Y مما يعني أن الدالة زوجية رأس المنحنة تمثله النقطة صفر وصفر الدالة تزايدية في الفترة من سالب مال نهاية وحتى صفر وتناقصية في الفترة من صفر وحتى مال نهاية وتكتب صفر ومال نهاية مفتوحة المنحنة يقع كله تحت محور X وهذا يدل على أن قيمة الدالة محصورة ما بين صفر وسالب مال نهاية أي أن منحنة الدالة كله يقع في الجزء السالب الدالة رقم 3 لFX ساوي X-5 كل تربية لرسم هذه الدالة نقوم بالتعويض في هذه الدالة وأيضا بقيم مختلفة لX قيمة افترضية لتكون X بواحد يتم التعويض في الدالة نحصل على قيمة الدالة تساوي 16 عند التعويض في الدالة عن X تساوي 2 قيمة الدالة تساوي 9 عند التعويض عن X تساوي 3 قيمة الدالة تساوي 4 عند التعويض في الدالة عن X تساوي 4 قيمة الدالة تساوي 1 عند التعويض عن X تساوي 5 قيمة الدالة تساوي 0 عند التعويض عن X 6 قيمة الدالة تساوي 1 ثم نقوم برسم منحنة دالة من خلال القيم الموجودة في الجدول قيم X وقيم Y وبدراسة منحنة دالة نجد أن المنحنة متماثل حول المستقيم X عند X يساوي 5 وهو يوازي محور Y مما يعني أن الدالة ليست زوجية أو فردية أي أن منحنة دالة غير متماثل حول محور Y كما أنه غير متماثل أيضا حول نقطة الأصل كما أنه إذا تم تعود في الدالة بسالب X بدل من X نحصل لا نحصل على قيمة FX ولا سالب قيمة FX وبالتالي الدالة ليست فردية أيضا وليست زوجية النقطة 0.5 تمثل رأس المنحنة الدالة تناقصية في الفترة من سالب مال النهاية وحتى 5 وتكتب 5 وسالب مال النهاية فترة مفتوعة من ناحية سالب مال النهاية وتزايدية في الفترة من 5 وحتى مال النهاية وتكتب 5 ومال النهاية فترة مفتوعة من ناحية مال النهاية المنحنة يقع كله فوق محور X مالنه حدود